دخل حجب موقع تيك توك يومه الثالث بتوصية من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمدرية الأمن العام وذلك بعد تدفق مقاطع مصورة تحمل خطاب كراهية وتحض على العنف بالتزامن مع إضراب سلمي لمشغلي وسائط شحن ونقل عام وفي إعلان رسمي غير مسبوك قالت وحدة الجرائم يوم الجمعة إنها تتابع كل ما ينشر على المنصات الرقمية خاصة خطاب الكراهية والحض على التخريب مؤكدة أن أي شخص يرتكب هذه الجرائم سيحال إلى القضاء من جهته أكد وزير الاقتصاد الرقمي ورياد أحمد الهنند أن خدمات المنصة جمدت وما تزال منقطعة بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر بحسب توصية وحدة الجرائم الإلكترونية اشتركوا في القناة